السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء الصديقات المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الفرض الأول للدورة الثانية في مادة اللغة العربية للمستوى السادس ابتدائي إذن سننجز جماعة هذا النموذج نبدأ أولا بقراءة النص يأكف المغرب على تنفيذ أكبر مشروع طاقة شمسية في البلاد وهو مشروع نور ورزازات الممتد على مساحة 3000 هكتار والذي يهدف لإنتاج 580 ميجاوات أو ميجاوات من الكهرباء وإمداد المغاربة جميعهم بالطاقة النظيفة بحسب بيانات الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع بدأ العمل في هذا المشروع في 10 مايو 2013 وتبلغ مساحة محطة نور واحد 450 هكتاراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 160 ميجاوات ويتكون المجمع كله من أربع محطات يسمح هذا التنوع للمغرب بتجربة تقنيات مختلفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إذن نبدأ بأسئلة الفهم والشكل السؤال الأول يقول أشكل جملة التي تحتها خط في النص إذن هنا لدينا ويتكون المجمع كله من أربع محطات إذن نعيد نقل جملة هنا بخط كبير ويتكون المجمع كله من أربع محطات إذن هذا فيما يخص السؤال الأول المرتبط بالشكل نمر الآن إلى السؤال الموالي ثانياً أقترح عنواناً مناسباً للنص إذن نقترح مثلاً محطة نور إذن نكتب مثلاً محطة نور لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال طاقة الشمسية إذن محطة نور مثلاً السؤال الثالث بمراجف يعكف إمداد إذن يعكف هي يواضب إذن يعكف يعكف على فعل الشيء أي يواضب على فعله إذن نكتب يواضب إمداد هو تزويد إذن إمداد أنا بحطة لها في النص إذن إمداد المغاربة جميعهم بالطاقة النظيفة يعني تزويد المغاربة ومنحهم يعني بشكل كل الطاقة النظيفة إذن نكتب تزويد إمداد هو تزويد تزويد المغاربة بالطاقة النظيفة السؤال الرابع إيتيبي ضد أكبر إذن أكبر ضدها هي أصغر أكبر محطة ضدها أصغر محطة مختلفة ضدها متشابهة إذن عدنا نمر الآن إلى السؤال مولي خامسا لماذا يعكف المغرب على إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية من خلال النص نجد أن المغرب يعكف على تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية لإمداد المغاربة بالطاقة النظيفة إذن نكتب لإمداد المغاربة بالطاقة النظيفة النظيفة هذا فيما يخص الإجابة عن أسئلة الفهم والشكل نمر الآن إلى أسئلة التركيب السؤال السادس أضع خطا تحت جمع المؤنة السالم فيما يلي إذن تقاط جمع المؤنة السالم لأن جمع المؤنة السالم هو المفرد نضيف له الألف والت أي إضافة الألف والت إلى المفرد متجددة خطأ لوحات صحيحة دراسات أيضا صحيحة جمع مؤنة السالم السؤال السابع أصل بخط بين جمع المؤنة السالم وإعرابه الصحيح إن الطاقات الأحفورية مضرة إذن هنا قد نعود أن يكون في حالة النصب بالكسرة النائبة عن الفتحة إذن في حالة النصب لأننا قد نعود أن نواسق الحرفية التي تنصب المبتدأ فيسمى اسمها يعتمد الغرب على الطاقات الكهربائية إذن على حرف جر إذن الطاقات ستكون في حالة جر ستكون مجرورة بالكسرة هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال السابع نمر الآن إلى السؤال المولي ثامنا وحددوا التوقيد ونوعه في الجمل الآتية إذن بالنسبة لهنا ما عدناش جمل أي الأستاذ يعني الأستاذ والأستاذة اللي حطى الامتحان ما أنسى مكتب الجمل إذن على العموم بالنسبة للتوقيد فإنكم عدنا جوجة الأنواع توكيد لفظي يكون بإعادة اللفظ مثلا رأيت الرجل الرجلة إذن هذا التوقيد لفظي عودنا نفس الكلمة وعدنا النوع الثاني هو توكيد إذن كي يكون عدنا لفظي وعدنا توكيد معنوي إذن بالنسبة للتوقيد المعنوي كنتستعمل فيه بعض الكلمات مثلا نفسه كله عينه جميعه إلى آخره إذن مثلا رأيت الطفلة نفسها إذن عدنا نفسه فهو توكيد معنوي نمر الآن إلى السؤال المولي تاسعا أستخرج من النص جملة مناسبة للترسيمة التالية فعل فاعل توكيد مضاف إليه جارم ومجرور ثم مضاف إليه إذن هنا نكتبه نفس الجملة المسطرة تحتها إذن يتكون يتكون المجتمع يتكون المجتمع فاعل مرفوع بالدمطرة على آخره كله وهو هي المضاف إليه كله من أربعي جار ومجرور من حرف جار أربعي اسم مجرور من أربعي جار ومجرور محطات مضاف إليه محطات مضاف إليه نمر الآن إلى السؤال المولي العاشر المرتبط بمكوين الصف والتحويل إذن أصغه اسم الآلة من الأفعال الوالدة في الجدول إذن عدنا طرقة اسم الآلة مطرقة الآلة باش ندير فعل الطرق هي مطرقة نظر منظار إذن المنظار منظار منظار أو لدينا كذلك نظارة إذن نظارة ومنظار أما بالنسبة للجواب الأصح ومنظار والذي ننظر من خلاله إذن هدف ما يخص الإجابة عن السؤال العاشر نمر الآن إلى السؤال المولي المرتبط دائما بمكوين الصف والتحويل إذن السؤال الحادي عشر أتمم الجدول التالي بما يناسب إذن عدنا اسم التفضيل أكبر الفعل هو كابورا فعل ثلاثي كابورا وزنه وزنه اسم التفضيل على وزن أفعال أكبر أفعال ثم بالنسبة لإسم التفضيل الأتقل إذن الفعل هو تقول تقول بالنسبة لوزن الفعل أو وزن عفوا وزن اسم التفضيل على وزن أفعال إذن يساغ اسم التفضيل من الفعل تلاتي على وزن أفعال مؤنته فعلة مثلا كبرى مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال 11 السؤال الأخير في مكون الصرف والتحويل نمر الآن إلى مكون الإملاء السؤال الثاني عشر أعيد كتابة لكلمات الخطأ صحيحة إذن سنعود نكتب الكلمات لخطأ سنعود نكتبها بكتابة صحيحة عدنا هذا ما عدناش فيه المد عدنا نكتبه هكذا هذا لكن أيضا لكن عن ما يتساءل إذن هنا عدنا ما الاستفهامية ومع حرف عن ستولي عما يتساءل وسنضر علامة استفهام ثم لدينا كذلك حتى هي ما فيه هشد المد إذن نضرها بذون مد كذلك إذن هذا هو الصحيح دينا الكلمات المكتوبة بشكل خاطئ نمر الآن إلى السؤال الثالث عشر ضع سطرا تحت الكلمات الصحيحة يعتمد داوودة أو داودة إذن هذه الكلمات الصحيحة اللي نختاره في عمله على الطاقة الكهربائية إن الذين عدنا هنا باللام جوج دي يعني عدنا اللام الأولى واللام تانية وهنا عدنا بواحد اللام هذه الصحيحة إن الذين يستعملون الطاقة الأحفورية يهددون الحياة البشرية إذن داوودة اللذين هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثلاث عشر نمر الآن إلى مكون التعبير الكتابي أكتب في أحد المواضع التالية موظفا مهارة كتابة حكاية واقعية عرضت مشاهدة مباراة في كرة القدم فانقطع الطيار الكهربائي بالمنزل سافرت إلى مدينة الجديدة وعند عودتك أضعت ثمان تذكيرتي أو نعم أضعت ثمان تذكيرتي العودة إذن هنا سنختار مثلا الموضوع الأول أرضت مشاهدة مباراة في كرة القدم فانقطع الطيار الكهربائي بالمنزل ونكتب ما يلي إذن نقطرح النص الآتي أو الحكاية الآتية من ينبغي نكتبه حكاية سنضروري نحدد الزمان والمكان إذن بنسبة الزمان هو في يوم السبت المنصرم المنصرم كتعني الماضي بنسبة المكان في المنزل أمام التلفاز إذن في يوم السبت المنصرم عدت إلى المنزل باكرا هذا الزمان هذا المكان لأشاهد مباراة في كرة القدم الحادث هو مشاهدة مباراة في كرة القدم والتي تجمع فريق المفضل بنظيره يعني الفريق اللي كان شجع مع الخصم ديالو على التلفاز وبعد بدء الشوط الأول ببضع دقائق دبه نغل بدون سرد الأحداث لنبدأ الشوط الأول ببضع دقائق إن قطع الطيار الكهربائي بالمنزل فأسرعت إلى أبي أنقل إليه خبر انقطاع الكهربائي بينما وجدته منهمكا بالبحث عن مكان وجود العطب يعني من يمشي يقولها الأب ديالو القهوة الأب ديالو قي بحث على المكان ديالو وجود العطب الكهربائي الذي أحدثه التماس الكهربائي وبعد جهد كبير ومحاولات امتدت لربع ساعة إذا نربع ساعة ويبحث على مكان وجود العطب الكهربائي استطاع أبي إصلاح العطب لنهنا نقطة فارحت كثيرا بهذا الخبر وأدركت حينها أهمية الكهرباء في حياتنا وكيف أنها توفر الإنارة إذن عندنا الكهرباء اسم أنت هذه نكتبه وكيف أنها توفر الإنارة الكهرباء يوفر الإنارة الترفيه والتعلم وتوفر الجهد كذلك عدت لأشاهد المباراة بكل شوق شجعت فريقي بحماس وانتهت المباراة بفوز فريقي يا له من انتصار إذن هذا فيما يخص الحكاية المقترحة نعيد قراءة هذا النص في يوم السبت المنصرم عدت إلى المنزل باكرا لأشاهد مباراة في كرة القدم والتي تجمع فريقي المفضل بنظره على التلفاز وبعد بدء الشوط الأول ببضع دقائق انقذع الطيار الكهربائي بالمنزل فأسرعت إلى أبي أنقل إليه خبر انقطاع الكهربائي بينما وجدته منهمكا بالبحث عن مكان وجود العطبي الذي أحدثه التماس الكهربائي وبعد جهد كبير ومحاولات امتدت لربع ساعة استطاع أبي إصلاح العطبي فرحت كثيرا بهذا الخبر وأدركت حينها أهمية الكهرباء في حياتنا وكيف أنها توفر الإنارة والترفيه والتعلم وتوفر الجهد كذلك وتتلئ شاهد المباراة بكل شوق شجعت فريقي بحماس وانتهت المباراة بفوز فريقي يا له من انتصاري إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة لإنجاز فرود تمارين ودروس خاصة بالمستوى السادس ابتدائي دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء